بسم الله الرحيم والسلام علي سيدنا محمد النبي بن الصلاة الكريم وعلى آله وصحبه السلامين الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الدكتور أحمد عويدي العباد وهي غزوة عظيمة نسموها غزوة العسرة ورب نتكره في القرآن الكريم أنها العسرة وكانت أهمة جدا وكانت في الصيف وكان وقت حر وكان لا يجدوا ما يحملوا عليه لا الراحلة ولا السلاح ولا المال ولا الطعام وأن سيدنا عثمان بن حفان رضي الله عنه تبرع بتبرعات هائلة جدا وسيدنا عمر تبرع بنصف مال وسيدنا أبو بكر تبرع بماله كله وحتى صارت غزوة العسرة لكن هذه هي من أهم الغزوات في تاريخ الأردن وفي تاريخ الأردنيين وأيضا في التاريخ الإسلامي لأنه نحن في تاريخ الأردن وأيضا في التاريخ الإسلامي هي من أهم هذه الغزوات لأنها أجت بعد غزوة موتا لبيان شوكة المسلمين لأنهم لما في موتا لا غالب ولا مغلوب كان المسلمين نفذوا بريشهم والبيزنطيين أكلوا اللي أكلوا وانقتل منهم آلاف وبعدين كمان ما قدروا يحتلوا شيء فما حدحت الحدى فجاءت غزوة تبوك نوع من أنواع إعادة الاعتبار للمسلمين ولذلك كانت مهمة جدا وضرورية وأهميتها أيضا تنبع من أنه عجت في وقت كان صيف وكان لازم كان رصوصه على سلم يعطي أهمية كبيرة جدا للواجهة الأردنية أي شمال جزيرة العرب مثل ما كان الفراعنة في التاريخ القديم يعطوا أهمية للزاوية الأردنية له منطقة مملكة آدوم وذلك كانوا يعني مرة واحدة في 2700 قبل الملادي غزوا ووصلوا إلى طبقة فحل عند الهكسوس والباقي بعدين صاروا يعملوا نوع من عنواع الاتفاقيات مع القبائل الأردنية والتحارف معها فالرصوص على سلم أراد أن يجتذب القبائل الأردنية لأنها كانت قبائل قوية قبائل عريقة قبائل ثمودية قبائل أهل البلاد قبائل عقديمة عميقة موجودة في البلد وأيضا الرصوص على سلم مدرك أنه لا يمكن السيطرة على الأردن مهما كانت القوة في العالم حتى لو قوة الأنبياء إلا من خلال استذاب القبائل والعشائر أن تكون حاضنة مؤنسة لهذه القوة فهم سمحوا لليونانيين بالاحتلال ليتخلصوا من الاحتلال الفارسي وسمحوا للرومان للاحتلال الأردن للتخلص من الاحتلال اليوناني وأهمية العشائر الأردنية أيضا أن الدعوة الإسلامية توسعت فوق ربوع الأردن وصار منهم صحابة كرام واشترك من العشائر الأردنية ألف وثمانمائة شخص في فتح مكة المكرمة يعني إحنا كان عشرة بالمية أو عشرين بالمية من قوة السيدة محمد صلى الله عليه وسلم الجيش الذي فتح مكة كانوا من العشائر الأردنية اللي هي بني كلب وبني جذام وبني عاملة وبني تنوخ وقضاعة والآدوميين والأنباط هذا يمكن سنأتي إليه في سرد التاريخ الأردني ولذلك إجت هذه الغزو التبوك لابد من موادعة العشائر الأردنية واصطلاح أجى وصار سارع العشائر الأردنية لا غالب ولا مغلوب ولا عدو ولا صديق يعني أنه ثلاثة بالشوية وجاءت هذه بعد عام من غزو التموتة التي استشهد فيها كل من زيد بن حارث الكلب المعاني الأردني بعد أن حمل الراية وأبل بلاء حسن ثم حملها بعده جعفر بن أبي طالب كمن استشهد ثم حملها عبد الله بن عبد الرواع إذن من كبار الصحابة الكرام ثلاثة استشهدوا في معركة موتة فإذن هي كلها أمور متلاحقة مع بعضها مكانها هو الأرض الأردنية وحاضنتها هي العشائر الأردنية وبالتالي بدأت الموادعة مع العشائر الأردنية وفيما بعد صار هذه العشائر غالبيتها اعتنقت الدين الإسلامي ويعني بعد غزو التبوك كانت آخر الغزوات التي خاضها رسول صلى الله عليه وسلم بدأت تداعيات تلك الغزوة عندما قرر الرومان نهاء القوة الإسلامية أخذت تهدد الكيان الروماني المسيطر لذلك كانت هي نقطة الحسم نقطة الحسم ومعركة الحسم وبعدها يبدأ التاريخ من بعدها بطريقة مختلفة والحديث بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة